مرحبا بكم في بريف سبور حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سورفاي تونيزيا سورفاي سبيسياليست ديزيتو ديجيتال اي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها الجامعة تونسية الكورت القدم قررت رسميا المحافظة على النظام البطولة الوطنية في الموسم الجديد بشيكون عنا زوز مجموعات كل مجموعة فيها 7 فرق 3 فرق من كل مجموعة يترشحوا للبليوف والبقية يلعبوا من اجل مرحلة تفيد النزول اي انو بشي يلعبوا 6 فرق فقط من اجل تتويج بلقب البطولة مش كما الموسم الفرق ليتنابسوا فيه 8 فرق في البليوف و8 في البلياوت في تقسيم زوز مجموعات بشي يتم الاعتماد على ترتيب البطولة في الموسم الماضي اي انو في المجموعة الاولى بشي نلقاو كل من النجم السياح للنيدي الافريقي اتحاد بنجردين، الأولمبي البيجي، الملعب التونسي مستقبل سليمين وقوي في القفصة وفي المجموعة الثانية بشيكون التراج رياضي تونسي الاتحاد المونستيري، نادي السفيقسي، اتحاد تطوين النادي البنزارتي، نجم المتلوي ومستقبل المارسة نبقى مع قرارات المكتب الجامعي الكورت القدمة ليقرر المحافظة على موعد ضربة بداية البطولة الوطنية اللي بشيكون هارت ساعتاش أوت، كما تم تعيين أنيس البوصعيدي على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني الأواسط محمد أمين النفاتي كمدرب المنتخب الأساغر نحكي وميركاتو الهيئة التسييرية للنادي الأفريقي، تمت إجراءات التعاقد مع ظاهير الأيسر السابق للنادي السفيقسي محمد أمين الحمروني إلى غاية موفة جواناً 2025 الحمروني كانت له اتصالية مع نجم السيحري والنادي الأفريقي، وفي آخر المطاف خير الانتقال إلى فريق بيب جديد هذا ونشحة هيئة الأفريقي كذلك في التعاقد مع ثونيئي حسيم الدين السويسي وأحمد الهاميامي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر التراجل هذه تونسي يواجه غدوة نادي أزام يونيتد التنزاني والديان في إطار تحذيرات الفريق البطولة العربية للأنديا المقابلة بشتنطلق مع الأربعة ونصف متع العشية بتوقي تونس وبشتدور في ملعب رادس نذكروا اللي تراجبش يستهل مشواره في مجموعات البطولة العربية بمواجهة اتحاد جدد السعودي ناديا سفيقسي أبرم البارة حق تستشهار جديد لمدة ثلاثة مواسمة أحد الشركات المختصة في إيصال الطلبيات السياسيس أصدر بليغ شكر فيه المؤسسة هذه اللي وفرت مبلغ مالي إضافي على ما تم الاتفاق عليه في العقد الهيئة المديرة لاتحاد بن جردين تراجعت على التعاقد مع المدرب سوفيان الحيدوسي اختلاف الأمور المادية بين الهيئة والحيدوسي كان سبب في إبطال الصفقة هذه من جهة أخرى الاتحاد تعاقد رسميا مع المدافع السابق لنجم السياح لبليغ الجمالي بعقد مد وزوز مواسم كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم الأخبار متواصلة على سيت تونيزيونمريك بوان كوم نتقابله في موعيد اللحقة باي باي الناس لكم